كم قصة وبداية قون ونبع هدايا لكل نور ذكرة وآية وحكاية وآية وحكاية مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية في رحاب العلم والعلماء نتأمل قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآية يا شيخ مشاري تبين من هم أهل خشية الله من انحصرت فيهم خشية الله من لا يخشى الله من عباده إلا هم وهم العلماء هذه الطائفة إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه الآية يبين لنا فيها ربنا أن الخشية مرتبطة بالعلم العلم بالعلم بالله مهما كثر علمك بالله فينبغي أن تزيد خشيتك من الله بقدر هذا العلم تزيد الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء وأنت طبعا دريت أن إنما هذه هي هذه الأداة التي يقال لها عند أهل العلم العربية يقال لها أداة حصر وأداة قصر أي تقصر هذا المعنى الذي هو الخشية على هذا الصنف من البشر الذين هم العلماء وطبعا عندما يقال العلماء لا يقصد بهم أهل الشواهد وأهل كذا لا يقصد بهم الناس الذين علموا ربهم وعلموا صفاته وعلموا أفعاله وعلموا ما يتعلق به فأنتج ذلك العلم لهم خشية إذا لم ينتج العلم الخشية فلا ذلك علمنا إذن المعنى العام هو لا علم وإذلك هذا يدل على هذا يرتبط بقول ربنا سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى مرتبطة بالعلم لأن التقوى ما هي هي اجتناب هي انتثال الأوامر واجتناب النواهي وهذا لا ينال إلا بالعلم أن تعرف المأمورات لتمتثلها وأن تعرف المنهيات لتجدنبها تحتاج إلى علم فإذا أخذت هذا العلم ونتج عنه هذه الخشية هذه الخشية تقودك إلى أكرمية عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا يبين لك يا شيخ خمشاري أن العالم أفضل من العابد العالم العابد أفضل من العابد بغير علم لماذا؟ لأنه يعرف مواطن رضا ربه فيأتها ويعرف مواطن سخط ربه فينعه أظن جاء في هذا نص صريح نحن وصلنا إليه بالاستنتاج ثم هو جاء فيه كما قلت النص الصريح وهو مراه الترمذي عن أبي أمامة الباهدي رضي الله عنه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم يعني أنا أحب أن تتصور شوي هذه القضية كفضلي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم هذا فضل العالم على العابد لكن دائما أذكر هذا الذي قلت لك فضل العالم العابد ليس المقصود العالم الذي يحفظ الكلام ويحفظ النصوص ويحفظ الآيات ولكنه ليس له منها نصيب من العمل العامل بعلمه هذا لابد إذا لم يكن عاملا بعلمه فعلمه غير معتبر علمه حجة عليه نسأل الله العافية فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير الله أنا يا شيخ مشاري لا أعرف مرتبة أعلمها الله أكبر يشتغل أهل السماوات والأرض بالاستغفار له والدعاء له وهو في تعليمه وهو في إرشاده وهو في أكله وشربه وهو في حاجة أهله يعني في تقلباته يستغفر له الملأ الأعلى والملأ الأدنى تستغفر له هوام الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في وسط البحار ليصلون على معلم الناس الخير لتدريس العلوم الشرعية شيخ طبعا العلوم الشرعية هذه أول ما يقصد به عند إطلاق لفظ العلم لكن يا شيخ مشاري الفقهاء يتكلمون أيضا في العلوم الأخرى علوم الدنيا علوم التي بها يصلح الاستخلاف في الأرض ربنا سبحانه لما استخلف هذا النوع من البشر في الأرض لا بد له من علوم تمكنه من مكثه في الأرض وإقامته فيها وإذلك كل العلوم التي يحتاج إليها سواء أكانت علوما دينية وحدها أو علوما دنيوية فإن إذا كانت حاجة الناس إليها تأخذ عندنا حكم الفريضة الفريضة يعني إذا لم يقم بها أحد أو لم يقم بها من تحصر به الكفاية أثم الناس جميعا ويرتفع الإثم حين يكون عندنا مثلا من الأطباء ما تحصر به من الكفاية ومن المهندسين من تحصر به من الكفاية ومن نجارين ومن ومن وهؤلاء يثابون كما يثابوا فاعي الفرض فهذا يبين لنا فضل العلم ويبين لنا لماذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم عندما يقول ربنا سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم شهد الله على ماذا على هذه الكلمة كلمة التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو وكفى به شهد سبحانه لكنه استشهد أيضا بعد خلقه استشهد ملائكته حملهم أمانة هذه الشهادة اصطفى من البشر صنفا منهم أيضا استأمانهم على هذه الشهادة رأاهم عدولا ليستأمينهم على هذه الشهادة وأولو العلم أيضا هم شهداء على هذا قال نبي الله سبحانه نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره ربنا بأن يستزيده من شيء إلا من العلم وقل رب يزيدني علم يا شيخ مشاري هذا العلم شيء عجب شوف المحل الخسيس يكون يحل فيه العلم يصير محلا كريما عزيزا الآن أعزك الله الكلب هذا يعني في مجتمعاتنا شيء خسيس كلب شتم لكن إذا حل فيه العلم انتفت عن هذه الخسة وصار يأكل الناس مما يمسك بفمه هذا الكلب وهو كلب المعلم علمه صاحبه في الصيد قال ربنا سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله هي هذه إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله وأمسك وذكرت اسم الله عليه وأمسك عليك فكل إذا أرسلت كلبك المعلم إذا وجدت مع كلبك المعلم كلب آخر لا تأكل طيب ما الفرق بين هذا وهذا أن هذا معلم وهذا غير معلم ذكر غير المعلم لا تأكل مما أمسك هذا المعلم تأكل كلب الهدهد يتيه على سليمان عليه السلام سليمان الذي يقص لنا ربنا في كتابه ما ما بسط له من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده فسخرنا له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقارن إلى آخره يجيه هدهد يجترئ عليه بخطاب لا يخاطب به الملوك فضلا عن مالك النبي فضلا عن مالك النبي أوتي هذا الجاه العريض جداً هذا تسخير للمخلوقات يقول له أحطت بما لم تحط به وجئتك من سباء بنبايا علمت ما لم تعلم ما الذي علمت؟ شيء من الجغرافيا أن في هذا المكان الناس ويجترئوا عليه بمثالة أحطت بما لم تحط به لأنه هذا العلم ولهذا أيضاً من يفقد هذا العلم يشك أن يفسد أكثر من ما يصلح وذا وقع وقد كان أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يخبر بالكائنات التي ستكون أنه قال ذات يوم لأصحابه يخرج قوم في أمتي يقرأون القرآن ليست صلاتكم ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ بشاري الخطر والصحابة الصحابة أكثرهم كان يختم القرآن في ثلاثة أيام وجمهورهم كان يختمه في سبعة أيام والمأثورات في يعني ختمهم من القرآن في قراءتهم له في قيامهم به وفي اهتبالهم به كان عرف هذا وهو حين يخاطفهم يقول لهم أولئك إذا نسبتم قراءتكم إلى قراءتهم فليست قراءتكم شيئا يعني وكيف كانت قراءت وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وما الذي فقدوه فقدوا العلم هؤلاء من خوارج يخرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه في النهروان وإذنك قال الإمام المالك رحمه الله إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو طلبوا العلم لا عصمهم من ذلك هالعلم شيء النفس يا شيخ مشاهري وهذا يجرنا شيخ إلى أيضا إلى المتجرئين على الفتية من الأصاغر والمتجرئين بشكل عام يا شيخ مشاهري من يدري يفهم أن هذه الفتية هي نيابة عن الله أي في الكلام في دينه واشترى حينئذ عليها وطلبها وهذا يشك في عقله الناس كانت تتدافعها الناس عندما أقول منذ وعد الصحابة يتدافعونها يأتي يأتي أحدهم ليسأل ذهبوا إلى فلان لماذا يحب أن يكفل هم بغيره ولا يحب أن يكون يتورعون عن الفتية وأدركنا أئمة كبارا جدا ومع ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقية أنا قلت لك هو في طبقة شيخي شيخنا هذا الرجل كل من عرفه عرف قدر إمامته ويعني علو كعبه وافتراعه العلو بكلها رحمة الله ولما تقدم بالسن كان يقول وطبعا تقدم السن يعني زيادة العلم وزيادة التجربة ويقول إذا سألتموني فيه آية صريحة من كتاب الله أو حديث صريح من سنة رسول الله أجيب وإلا فما أجيب عن شيء لا أتقلد أقوال الرجال ولا أتحمل سوية أحد إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم الخشية خشية واحد كان في في المغرب في أوائل القرن العشرين كان مفتي مراكش يقول كنت أجأ رؤي الله في قيم الليل كانت إليه الفتوى قال كنت أجأ رؤي الله في الليل وابتهلت إليه مرارا أن يصرفها عني وإمام لماذا؟ أن يخشى يخشى أن يجيب اليوم ويا ربع ذلك أن ما أجاب به كان خطأ أو كان تغير مع أنه معذور بنص الحديث واجتهد فأخطأ فله أجر لكن مع ذلك هو يحب أن يلق الله خفيف الظهر هذه ثمرة الخشية يا شيخ مشاهد والقرآن شيخ أول العلم كانوا يحفظون القرآن من الصغر يعني العلماء الكبار قديما وحديثا طبعا يعني نحن لا نعلم في سياري العلماء الذين أقبل الناس إليهم ودانوا الله بأقوالهم من كان لا يحفظ القرآن طبعا معروف الكلام الذي يذكره الأصليون في شروط المجتهد أنه لا يشترط فيه أن يكون حافظا للقرآن بل لا يشترط فيه أن يكون حافظا لآيات الأحكام ويكفي في حقه أن يكون عالما بها يعني أن يعرف مظنها أو لا يشترط فيه حفظها هذا كلام يقوله الأصليون معروف لكن من هذا من الأئمة الذي كان هذا قدر هذا قدر معرفته بقرآن أما كلامي يقال في الكتب لكن حظه في واقعهم القرآن هذا هو ما كان الناس يهتبلون به ويعتنون به ويقبلون بكلكلهم عليه وهو أول العلم وكنا نرى كثيرا من أهل العلم عندهم من الخشية والتعبد ويعني الأدب والأخلاق أكثر من زيادة البسط في الكلام لأن يا شيخ مشاري هذا علامة التوفيق العلم ينتج الخشية والخشية تنتج تطلب مواطن رضا هذا الذي يخشى فيؤتى إليها وتطلب مواطن سخطه فيبتعد عنها العلم ليس بكثرة الحفظ أنا ذكرت مرة قول القائل وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عامل يجرى مجرى الجاهل مخاطب عالم لكنه غير عامل بعلمه يقول ابن ورديو جمال العلمي إصلاح العمل لماذا تعلم يقول لهذاك صاحبنا الأندلسي الألبيري إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جاهلت يعني لأي شيء تطلب العلم ولا يفيدك علمك هذا خيرا ما الفائدة منه يكون حجة طبعا إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جاهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثب ليتك ما فهمت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما شكرا لكم فضيلة الشيء شكرا لكم قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاة وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاة وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي تحياتي نصف تحياتي 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 مشارطان تحياتي ترجمة نانسي قنقر